اشتركوا في القناة يا عم عشر ساعات وبيبقى أجازة فتصحى الساعة عشر الصبح والفطار على الساعة خمسة المغرب ولا ستة المغرب يعني أنت بتكلم في ستة سبعة تامن ساعات يا عم عشر ساعات صمت عشر ساعات يتكفر لك السنة اللي فاتت بالكبائر اللي فيها بالصغائر اللي فيها بسوء الأدب اللي الواحد كان مع الله فيه بالتجرؤ على الله سبحانه وتعالى السنة اللي فاتت كلها يا سلام يا ما انت كريم يا رب لو كده كفايا يبقى أنت شيء مذهل عن ربنا لكن الشيء التاني اللي خاليك تتوقف وعقلك ممكن يعجز عن التفسير وسنة باقية ليه ليه أصم يومي بقى السنة الجاية ربنا يسمحني مش ده ممكن يجرأ العباد على الله ما احنا صمنا خلاص بقى ربنا يسمحنا يا الله عم مدمر الدنيا بقى ما احنا ربنا مسامحنا على اللي جاي والله ربنا أراد أن يقول لنا فيما أتخيل وأعلم اعرفوني أنا ربكم ربكم اللي بيغفر لكم مغفرة مقدمة عارف ولله المثل الأعلى لما حد يديك عربون محبة يالله يا عم اللي جاي مسامحك فيه اللي جاي طب دهنا ممكن بعد كده أبقى وحش معاك وأقول ما انت اللي جاي مسامحني خلاص بقى ما انت مش وعدت لكن ربنا أرادك أن تعلم من هو في حبه لينا ومغفرته لينا وسعة رحمته وعطاءه هو الله عشان كده دايما الصالحين يقولوا الحمد لله على الله الحمد لله لأن ربنا هو ربنا جل في علاء سبحانه وتعالى سنة ماضية وسنة باقية عشان ربنا يجبر بخاطر اللي قاعد في بلده اللي حج ربنا غفر له كل حاجة من ساعة ما تولد واللي محجش وقاعد في بلده عنده ميزة عن الحجاج إنه السنة اللي جاية مغفور لي وخد بالك سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما يصوموش لو بيحجوا يوم عرف لأنه كان على الجمل بتاعه في وسط الناس والجمل بيخليك عالي فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه قدح يعني زي كباية كده أو كوز يعني قدح من لبن فشربه وهو في يوم عرفة قدام الناس شنعلمهم الحجاج ما يصوموش يوم عرفة كأنه هدية من ربنا للي ما بيحجش حاول ما تفوتش اليوم ده أبدا وصومو وإنت بتقول لربنا أنا بحبك يا غفار الذنوب يا رب العالمين